شاهدين الكرام جاءنا الآن البيان التالي أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيانا حول التطورات الأخيرة التي شهدتها مصر خلال اليومين الماضيين وفيما يلي نص البيان شهدت مصر خلال الساعات الأخيرة أحداثا وتطورات بالغة الدقة تنذر بتدعيات سلبية على الاستقرار والأمن وهو ما يدعو إلى التأكيد على ما يلي أولا يعرب المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن أسفه الشديد بما آلت إليه الأحداث ثانيا يدعو المجلس الأعلى للقوات المسلحة كافة القوى والتيارات السياسية وإتلافات الشباب للعمل بكل قوة والتكاتف من أجل احتواء الأحداث التي قد تؤثر سلبا على الأمن والاستقرار ودعاهم إلى تحكمهم في تلك من خلال المسئولية الوطنية وروح ثورة الخامس والعشرين من يناير ثالثا تكليف مجلس الوزراء باتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة للوقوف على أسباب هذه التداعيات والعمل على إنهائها ومنع تكرار ذلك مستقبلا من خلال حوار إيجابي مع كافة القوى والتيارات السياسية وإتلافات الشباب على أن ينتهي ذلك في أسرع وقت ممكن رابعا الحرص الشديد على تنفيذ خارطة الطريق التي سبق وتعحد بها المجلس الأعلى أمام الشعب وتسليم مقاليد الدولة إلى سلطة مدنية منتخبة بطريقة ديمقراطية ونزيها وتعد الانتخابات البرلمانية المخطط إجراؤها الأسبوع القادم هي أول مراحل هذه العملية ونطالب جميع المواطنين الشرفاء بالتعاون لتحقيق هذه الأهداف خامسا يؤكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة على ثباته على ثوابته التي لا تتغير والتي أعرب عنها منذ توليه المسئولية من أنه لا يسعى لإطالة الفترة الانتقالية وأنه لن يسمح لأي جهة بعرقلة عملية التحول الديمقراطي وبناء مؤسسات الدولة